بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مواضع مقترحة في الرياضيات في الاحتمالات لبكالوريا 2018 رقم 6 أنصح بشعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي لأنه تمرين رائع حيث قال صندوق يحتوي على 6 كورات بيضاء وان كورة سوداء حيث ان أكبر أو يسون اثنان قال لا نفرق بينها عند اللمس قال نسحب عشوائيا من الصندوق كورتين في آن واحد واحد قال أحسب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب ثانيا قال أحسب احتمال الحادثة حيث الحادثة هي سحب كورتين من نفس اللون ثالثا قال نعتبر أن سحب كورتين من نفس اللون يعطي لاعبا ربح عشرة دينار جزائري إذا قال نعتبر أن سحب كورتين من نفس اللون يعطي لاعبا ربح كم عشرة دينار جزائري وإذا كانت الكورتين مختلفتين في اللون فإنه يخسر ألفا دينار جزائري حيث ألفا عدد حقيقي موجب تماما قال ليكن إكس متغير العشواء الذي يرفق بكل سحب كورتين ربح أو خسارة اللاعب ركزوا هذا إكس إذا قلنا إكس المتغير العشواء الذي يرفق بكل سحب كورتين إما من نفس اللون أو من لونين مختلفين أي ربح أو خسارة اللاعب قال ألف أثبت أن احتمال الحادثة إكس يسوي لنا كم عشرة هو بي لإكس يسوي لنا عشرة هو آن مربع ناقص آن زائد ثلاثون على آن زائد ستة في آن زائد خمسة باقل استنتج احتمال الحادثة إكس يسوي لنا ناقص آلفا جيم قال عين بدلالة آلفا وآن الأمل الرياضياتي لهو أولي إكس ثم ديل قال إذا كان آن يسوي لنا ثلاثة جد العدد آلفا حتى تكون اللعبة عادلة إذن لننطلق على بركة الله في الشرحة المفصل نقطة بنقطة إذن ننطلق أبنائي للإجابة على سؤال أول قلنا قال صندوق يحتوي على ست كورات بيضاء إذن ستة بيضاء وآن سوداء إذن عندنا آن آن يعني آن سوداء قال حيث هذا آن هو أكبر أو يسوي لنا إثنان عدد كورات السوداء من الإثنان فما فوق قال لا نفرق بينها عند اللمس هذه الكورات قال نسحب عشوائين من الصندوق كورتين في آن واحد ونحن قلنا في آن واحد معناه توفيقة قال واحد أحسب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب إذن ماذا نكتب؟ نكتب هنا واحد عدد أو حساب أولا إذن حساب عدد الحالات الممكنة لماذا؟ لهذا السحب إذن بما أنه قال في آن واحد فإنها هي توفيقة إذن السحب يكون بالتوفيق السي كم هو عدد الكورات الموجودة في هذا الصندوق؟ هو آن زائد ستة إذن سي آن زائد ستة إثنان لأنه يسحب ماذا؟ كورتين في آن واحد فنقول عدد الكوريات أو الكورات الموجودة في هذا الصندوق هو آن زائد ستة كم نسحب؟ نسحب إذنان وتساوي نأتي إلى القانون التوفيق هكذا هو آن زائد ستة هكذا عاملي على إثنان عاملي في آن زائد ستة ناقص إثنان عاملي هذا هو قانون ماذا؟ قانون التوفيق دقيقوا هنا أرجوكم فيصبح لنا هكذا نكمل تصبح لنا تساوي ماذا تساوي؟ تساوي أن آن زائد ستة هكذا عاملي على إثنان عاملي معروف أنه إثنان عاملي هو إثنان في واحد الذي هو إثنان فصبح هنا إثنان في ماذا؟ في آن زائد ماذا؟ زائد أربعة عاملي لماذا أربعة عاملي؟ لأن آن ستة ناقص إثنان هو أربعة عاملي الآن أركزوا ماذا يصبح لنا؟ تصبح لنا آن زائد ستة في ماذا؟ في آن زائد خمسة في آن زائد أربعة عاملي على هكذا على إثنان في آن زائد أربعة عاملي فماذا يحدث يا أبنائي؟ فنختزل هذا مع هذا إذن لما تكون عندنا آن زائد ستة عاملي فهذا ما نقول نقول آن زائد ستة في آن زائد خمسة في آن زائد أربعة عاملي حتى نحرف هذا مع هذا فقط بعدها ماذا ينتج أبنائي؟ نصبح لنا عدل الحالات الممكنة ما زلنا معها هذه هي آن زائد ستة إثنان ماذا يساوي؟ يساوي أن آن زائد ستة في ماذا؟ في آن زائد خمسة على ماذا؟ على إثنان هذه هي عدد الحالات الممكنة لهذا السحب فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى ثانيا قال أحسب احتمال الحادثة آن ما هي هذه الحادثة آن؟ آن إذن نكتب هنا حساب بيلي آ لاحظوا هنا وانتبهوا ماذا تقول صبحنا بيلي آ يساوي؟ قال كورتين من نفس اللون معناه إما يكون كورتين سوداء وين أو كورتين بيضاء وين لاحظوا نحن عندنا كورات البيضاء كم؟ عندنا ستة والكورات السوداء عندنا ماذا؟ عندنا أن حتى نفهم جيدا إذا هذه ستة بيضاء وان سوداء إذن إما نقول هكذا نقول إما كورتين ماذا؟ كورتين بيضاء وين أو أو دائما هو زائد يعني اختيار أو كورتين ماذا؟ سوداء وين إذن على ماذا؟ على الحالات الممكنة دائما هي سي آن زائد ستة اثنان ويساوي دقيق هنا أرجوكم ننطلق أولا إلى سي اثنى هكذا ستة اثنان إذن سي ستة اثنان ماذا يساوي؟ سوينا ستة عاملي على اثنان عاملي في ستة ناقص اثنان عاملي ويساوي ستة في خمسة في أربع عاملي على اثنان عاملي لأنه هو اثنان في أربع عاملي لأن هنا تعطينا أربع عاملي فماذا يحدث مثل ما فعلنا في الأول يذهب هذا مع هذا فصبح لنا ثلاثون على اثنان التي هي خمسة عشر هذا الأمر الأول نأتي كذلك إلى سي آن اثنان يساوي ماذا يساوي؟ يساوي أن آن عاملي على اثنان عاملي في آن ناقص اثنان ماذا؟ عاملي يساوي آن عاملي ما هو؟ لاحظوا جيدا هو آن في آن ناقص واحد في ماذا؟ في آن ناقص اثنان على ناقص اثنان عاملي على اثنان عاملي هو اثنان في آن ناقص اثنان عاملي لم أفعل شيء كذلك نختازل هذا مع هذا فيصبح لنا الآن ننشر هذا في هذا ماذا تصبح تصبح لنا تساوي آن مربع ناقص آن على ماذا؟ على اثنان الآن ما علينا إلا أن نأتي بكل واحد هذا نأتي به هنا وهذا هنا وهذا إلى هنا أرجو قد فاهمتم فماذا يحدث تصبح لنا هكذا المقام لهو آن زائد ستة في آن زائد خمسة على ماذا؟ على اثنان أما في البسط تصبح لنا خمسة عشر زائد ماذا؟ زائد آن مربع ناقص آن على ماذا؟ قلت على ماذا؟ على اثنان يمكن الآن أن نوحد المقام هنا نوحد المقام وهذه هذه اسمعوا لما نوحد المقام هنا تصبح لكم كم؟ تصبح لنا ثلاثون لأننا خمسة عشر في اثنان تصبح لنا هنا كم؟ تصبح لنا ثلاثون هكذا أبنائي ماذا يحدث أنه هذا مع هذا يذهب بقاعدة ماذا؟ بقاعدة المقلوب دقيقوا أرجوكم نقطة نقطة لم أفعل شيء في الأصل كانت عندنا هنا خمسة عشر إذا وحدنا لها المقام مع إخوتي هذه تصبح لنا ثلاثون كسر على كسر أن هذه الاثنان وهذه لأن هذا يبقى وهذا ينقلب فتصبح لنا الاثنان واثنان هذه تحذيف بعضها البعض فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا آن مربع ناقص آن زائد ماذا؟ زائد ثلاثون على آن زائد ستة في ماذا؟ في آن زائد ماذا؟ زائد خمسة وهذا ماذا يساوينا؟ يساوينا بي لأ لهو احتمال الحصول على كورتين من نفس اللون فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى الجزء الثالث قال نعتبر أن سحب كورتين من نفس اللون يعطي لاعبا ربح 10 دينار جزائري وإذا كانت الكورتين مختلفتين في اللون فإنه يخسر ألفا دينار جزائري حيث ألفا عدد حقيقي مجب تماما دقيق هنا أرجوكم إذا كانت سحب كورتين من نفس اللون كم يربح؟ يربح لنا 10 دينار جزائري كلمة يربح معناه زائد وإذا كانت الكورتين مختلفتين في اللون فإنه يخسر ماذا؟ يخسر ألفا دينار جزائري يا أبناء يركزوا تخيلوا لو قال مثلا قال إذا كانت الكورتين مختلفتين في اللون فإنه يخسر 10 دينار جزائري ما معناه؟ معناه يربحوا هي زائد عشرة يخسر هي ناقص عشرة إذن حتى تفهموا هنا جيدا إذن قال هو كورتين من نفس اللون يربح كم عشرة دينار كورتين مختلفتين في اللون فإنه يخسر ماذا يخسر ألفا ما معنى لو نكتبها هل نقول ألفا نقول مثل ما قلنا هنا لاحظوا مثل ما قلنا في هذا المكان يربح عشرة يخسر عشرة معنى هنا كم تصبحت تصبح لنا كذلك ناقص ألفا لماذا لأنه قال ألفا عدد حقيقي موجب تركزوا جيدا قال وليكن إكس المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب كورتين هذا إكس ماذا يتبع إما الكورتين من نفس اللون أو كورتين مختلفتين في اللون قال ربح أو خسارة اللعب السؤال ألف قال أثبت أن اهتمال الحادثة إكس يساوي لنا عشرة ما معنى معنى كورتين من نفس اللون يربح ماذا يربح عشرة دينار جزائري هو حيث حيث مربع ناقص مربع ناقص مربع ناقص مربع ناقص أولا نقول إثبات أن ماذا أن مربع ناقص زائد ثلاثون على آن زائد ستة في ماذا في آن زائد خمسة ركزوا هنا أرجوكم أولا إذا عطينا شيء نقول القيم الممكنة لمن إذن قيم الممكنة للمتغير العشوائي الذي اسمه إكس هي ما هي يا أبنائي إذا 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 كانت سحب كورتين من نفس اللون ماذا يربح يربح لنا عشرة إذن يربح عشرة وإذا إذا كانت الكورتين مختلفتين في اللون يخسر ماذا يخسر نقول يخسر ألفا لا يا أبنائي نقول يخسر ناقص ألفا لماذا تخيلوا إذا قال يربح عشرة ثم قال هنا يخسر عشرة هل عشرة هي نفسه عشرة لا بلن نرمز لها بناقص لماذا لأن عشرة عدد مجب كلمة يخسر معناه نضيف له الناقص كذلك كون الألفا عدد حقيقي مجب تماما إذن يخسر معناه سبحانا ناقص ألفا لأن ألفا عدد حقيقي مجب هل نقول يخسر عدد حقيقي مجب لا يخسر معناه حتى تصبح هذه القيمة السعبة مثلما قلت لكم هنا يربح عشرة معناه زائد عشرة يخسر عشرة معناه ناقص عشرة هنا يخسر ألفا لم يقل يربح ألفا يخسر ألفا معناه يخسر ألفا معناه هي ناقص ألفا هي الخسران لأن ألفا عدد حقيقي مجب هل يمكن أن يخسر مجب لا نعم يخسر مجب لكن نوضيف له النقص حتى يصبح هو الخسارة مثله كمثلي يربح عشرة ها هي زائد عشرة يخسر عشرة معنى هي ناقص عشرة إذن هذه هي القيم الممكنة لهذا المتغير العشوائي إذن كراتين من نفس اللون يربح عشرة كراتين مختلفتان في اللون ماذا؟ يخسر ألفا كلمة يخسر ألفا وألفا عدد حق الموجب معنى تصبح ناقص ألفا حتى يصبح لنا هذا موجب وهذا ماذا؟ وهذا سالب الآن نقول هكذا ركزوا جيدا نقول لاحظوا وانتبعوا نقول بما أن ماذا؟ أن الحادثة ماذا الحادثة؟ إكس يساوي لنا عشرة هي ماذا؟ هي ماذا؟ هي كورتين الحصول أو نقول هي الحصول على كورتين من ماذا؟ من نفس اللون فإنها ماذا؟ فإنها نفس الحادثة كورتين من نفس اللون فإنها نفس الحادثة لماذا؟ نعتبر أن سحب كورتين من نفس اللون من نفس اللون أسمعوا ها هي من نفس اللون لقد حسبناها سابقا ها هي وانظروا حسب احتمال الحادثة حيث سحب كورتين من نفس اللون ها هي من نفس اللون إذن هنا مباشرة نقول بما أن الحادثة X10 هي الحصول على كورتين من نفس اللون فإنها نفس الحادي هي نفس الحادثة أي مباشرة أي أنه يصبح لنا بي لإكس يساوي عشرة هو نفسه بي لآ ويساوي لنا آن مربع ناقص آن زائد ثلاثون هكذا على آن زائد ستة في ماذا؟ في آن زائد خمسة لماذا أبنائي؟ لأن سحب كراتين من نفس اللون لقد حسب احتمالها لما تكون من نفس اللون يربح لنا عشرة ها هي إكس يساوي عشرة فقط أبنائي فأصبحت هي نفس الحادثة إذن إكس يساوي عشرة هي نفس الحادثة آ فإنهم متساويتان في الاحتمال فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال وقلنا أنه ماذا؟ إذا كانت الكراتين مختلفتين في اللون فإنه يخسر ماذا؟ ألفا وقلنا قيم المتغير العشوائي إكس هي العشرة إذا ربح وناقص ألفا إذا خسر ما معنى؟ معناها الربح والخسارة كيف حادثة العكسية ماذا قال؟ قال با استنتج احتمال الحادثة إكس يساوي ناقص ألفا إذن نكتب هنا استنتاج بي دي إكس لما يساوينا ناقص ألفا ونحن اتحدثنا عنه قلنا القيم الممكن المتغير العشوائي هي العشرة وناقص ألفا نقول بما أن الحادثة إكس يساوي لنا عشرة وماذا؟ وإكس يساوي لنا ناقص ألفا كيف هما؟ متعاكستان لماذا متعاكستان؟ لأن هذه يربح وهذه يخسر حتى نفهم جيدا أي ماذا؟ أي أن بي لإكس يساوي لنا عشرة زائد بي لإكس يساوي لنا ناقص ألفا ماذا يساوي؟ يساوي لنا واحد لأن مجموع الاحتمال الحادثة زائد الحادثة العكسية يساوي لنا واحد هذا هو المعروف لأن هذه يربح وهذه يخسر ومنه ماذا ينتج؟ ننقل هذا إلى ماذا؟ إلى هنا واصبحنا بي لإكس يساوي لنا ناقص ألفا يساوي لنا واحد ناقص ماذا؟ ناقص بي لإكس يساوي لنا كم؟ يساوي لنا عشرة بي لإكس يساوي لنا عشرة ها هي يا ابني نأتي بها ونعوذها هنا حتى تفهموا الفكرة صبحنا بي لإكس يساوي لنا ناقص ألفا يساوي لنا واحد ناقص آن مربع ناقص آن زائد ثلاثون على آن زائد ستة في ماذا؟ في آن زائد ماذا؟ زائد خمسة نكمل الآن الحساب أبنائي بعناه معلنا إلى أن نوحد المقام صبحنا بي لإكس يساوي لنا ناقص ألفا يساوي هكذا يساوي لنا آن زائد ستة لأن هذا نضربه هنا آن زائد ستة في آن ناقص زائد خمسة ثم عندنا ناقص هذا ننشره صبحنا ناقص آن مربع زائد آن ناقص ماذا؟ ناقص ثلاثون على آن زائد ستة في آن زائد خمسة دقيق هنا أرجوكم نقطة نقطة ما علينا الآن إلا إكمال أعمالية النشرة بي لإكس يساوي لنا ناقص ألفا يساوي هكذا ننشر تصبحنا هذا في هذا تصبحنا آن مربع ثم زائد خمسة آن ثم زائد ستة آن ثم زائد ثلاثون ناقص آن مربع زائد آن ناقص ماذا؟ ثلاثون على آن في زائد ستة في آن زائد خمسة لاحظوا أولا عندنا هذا وهذا قد ذهب وهذا وهذا قد ذهب فماذا بقي لنا يا أبنائي بقيت لنا إحدى عشر زائد واحدة هذه هي بي لإكس يساوي لنا ناقص ألفا يساوي لنا إثنى عشر آن على إذا قلت إثنى عشر آن على آن زائد ستة ضرب ماذا؟ ضرب آن زائد خمسة فقط أبنائي أرجو قد فهمتم أن هذه هي الحادثة العكسية للحادثة إكس يساوي لنا عشر فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى جيم قال عين بدلالة آلفا وآن الأمل الرياضية ألي إكس إذن نكتب هنا تعيين ألي إكس بدلالة ماذا؟ آلفا وآن دقيق جيدا أولا نقول نلخص أو قانون الاحتمال للمتغير إكس في الجدول التالي لاحظوا وانتبهوا نقول هنا إكس إي وهنا بي لإكس بحيث إكس يساوي لنا إكس إي أولا عندنا قيم متغير العشوائي ما هي؟ قلنا هي ناقص ألفا وعندنا الأمل آخر وعشرة ناقص ألفا ها هو احتمالها إذن ما علينا إلا أن نأتي بهذه وننسخها ونضعها في هذا الموضع هذه وعندنا الأخرى كذلك ننسخها ونأتي بها في هذا الموضع الآن عندنا الأمل الرياضية ماذا يساوي؟ حتى نفهم جيدا حتى نجاب على هذا السؤال سبحنا هكذا إلي إكس كقانون ماذا يساوي؟ يساوينا المجموع من إي يساوي لنا واحد إلى غاية إي يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا إثنان لماذا؟ لأن عندنا عمودان واحد إثنان لمن؟ لإكس إي هكذا ضرب بي لإكس بحيث إكس يساوي لنا إكس إي حتى تفهموا تابعوا جيدا معنا يساوي لنا هذا في هذا زائد هذا في هذا وانتهت القضية لاحظوا هذا هو الأمل الرياضيتي فيصبح لنا إلي إكس يساوي يساوي لنا قلنا ماذا؟ قلنا هذا ضرب هذا معنا صبح لنا ناقص ألف في إثنى عشر آن على آن زائد ستة ضرب ماذا؟ ضرب آن زائد خمسة ثم عندنا هذا ضرب هذا معناه زائد عشر في آن مربع ناقص آن زائد ثلاثون على آن زائد ستة ضرب ماذا؟ ضرب آن زائد خمسة دقيقوا هنا أرجوكم حتى نستخدم الأمر هذا بدلات دلالة الألف والآن الآن ننشر هذا إلى هنا وننشر هذا إلى هنا لأنه يضرب في كل الكسرة تصبحنا في كل بسط الكسرة تصبحنا إلي إكس يساوي هكذا المقام موحد إذن نتبهنا ناقص إثنى عشر آن ثم زائد عشر آن مربع ثم ناقص ماذا؟ ناقص عشر آن لم أفعل شيء أبنائي ثم زائد ماذا؟ زائد ثلاثون لأنه عشر في ثلاثون على ماذا؟ على آن زائد ستة ضرب ماذا؟ ضرب آن زائد خمسة نكمل الآن ونرتب فماذا ينتج؟ لاحظوا وانتبهوا نرتب تصبحنا إلي إكس يساوي هكذا عندنا الأكبر هو عشر آن مربع ثم عندنا هذا مع هذا ماذا نستخرج؟ نستخرج مثلا نستخرج ناقص ماذا؟ ناقص نكتب هكذا ناقص ناقص إثنى عشر آلف ركزوا جيدا ناقص تصبحنا زائد عشر آن لم أفعل شيء استخرجت ناقص هنا حتى يفهم جميع ها هو ناقص وها هو ناقص استخرجته هنا لما استخرجه ماذا يصبح سبحنا إثنى عشر آلف آن وعشر آن استخرجت الآن ها هو أمامكم أعيدوا النشر سوف يتجدون نفس الشيء حتى وإن لم تبسطوا تركوا كما هلا يهم هكذا ثم زائد ماذا؟ زائد ثلاثمائة على آن زائد ستة ضرب ماذا؟ ضرب آن زائد خمسة فقط أبنائي بعدما أنا هنا مع هذا السؤال وأجبنا على الأمل الرياضياتي بدلالة الآن والألفا نأتي الآن إلى الزوء الأخير قال دال إذا كان آن يساوينا ثلاثة معناها نعوذ هنا بالثلاثة قال جد العدد ألفا حتى تكون اللعبة عادلة ما معنى اللعبة عادلة؟ معناها الأمل الرياضياتي يساوي الصفراء هذه معناها اللعبة عادلة إذن نقول إيجاد العدد ماذا ألفا؟ حتى تكون اللعبة كيف هي عادلة أولا نقول من أجل آن كم يساوي ثلاثة لدينا أن ألي إكس الأمل الرياضياتي الآن أعطينا آن كم يساوي ثلاثة نعوذ هنا بثلاثة ثلاثة 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 تصبح لنا عشرة في ثلاثة مربع ناقص اثنى عشرة في آلفة زائد عشرة في ثلاثة إذا قلت في ثلاثة ثم زائد ثم هكذا زائد ثلاثمائة على ثلاثة ثلاثة زائد ستة ضرب ثلاثة زائد خمسة تصبح لنا ألي إكس ركزوا جيدا يساوي يساوي لنا كم تسعة في عشرة تسعة في عشرة اللي هي تسعون ثم هذا في هذا تصبح لنا ستة وثلاثون والناقص تصبح لنا ناقص ستة وثلاثون ألفة ثم هذا في هذا يعطينا ثلاثون والناقص هذا الذي سبق به تصبح لنا ناقص ثلاثون زائد ثلثمائة على هذه تسعة في ثمانية اللي هي اثنان وسبعون أو نكتبها تسعة في ثمانية تساوي ماذا تساوي أولا نصبح ناقص ستة وثلاثون ألف ركزوا جيدا ناقص ستة وثلاثون ألف مع هذا وهذا ثلثمائة وتسعون ناقص ثلاثون نصبح لنا زائد ثلثمائة وستون على ماذا على إث اثنان وسبعون إذن هذا من هو هو أولي إكس نقول حتى تكون اللعبة عادلة يجب أن يكون ماذا أن يكون أولي إكس يساوي الصفر هكذا تقول قاعد لا علينا الآن أبنائي إلا إلا حل هذه المعادلة ذات المجهولة ألفا أي ماذا أي تصبح لنا ناقص ستة وثلاثون ألفا زائد ثلثمائة وستون على اثنان وسبعون يساوي الصفر عندنا في الرياضية ستة وثلاثون ألفا المعروف أن أ هو الذي يساوي الصفر هذا هو المعروف إذن فإن كل كسر يساوي أي بسط هو الذي يساوي الصفر سبحانا ناقص ستة وثلاثون ألفا زائد ثلثمائة وستون يساوي الصفر ننقل هذا إلى هنا ولن نسى أنه ألفا عدد حقيقي مجب تماما يجب علينا أن نجده حقيقي مجب تماما ناقص ستة وثلاثون ألفا يساوي ناقص ثلاثمائة وستون ومنه ألفا يساوي ناقص ثلاثمائة وستون ومنه ألفا يساوي ناقص ثلاثمائة وستون على ناقص ستة وثلاثون ومنه ألفا يساوي لنا عشر وهو مقبول لماذا؟ لأن ألفا عدد حقيقي مجب تماما فقط إذن حتى تكون اللعبة عادة لا يجب أن يكون الألفا كم يسوي لنا عشرة فقط أبنائي ما معناه؟ معناه قلنا إذا كانت الكورتين من نفس اللون يربح عشرة وإذا كانت الكورتين مختلفتين في اللون يخسر ماذا؟ كلمة يخسر عشرة معناه ناقص عشرة لا نقول يخسر عشرة ونسكت لأنها هو يربح عشرة يعني زائد عشرة يخسر عشرة معناه يناقص عشرة لهذا قلنا قيمة ألفا ليس قيمة متغير العشوائي هي ناقص ألفا لأن ألفا وجدناها عشرة وهو موجب حتى نقول أنه يخسر عشرة معناه ناقص عشرة لكن الألفا بما أنه عدد حق موجب فنقول عشرة فقط أبنائي وفي الأخير أبناء وبناء الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار وفقكم الله لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته